السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارحة كنت نزلت بوست على الفيسبوك وحكيت على فيديو مهم جداً رح أنزله اليوم. وهذا الفيديو اللي عم نحكي عليه. طبعاً الفيديو هو كان أو فكرة الفيديو هي شرح لكثير ناس أو كثير أسئلة عم تنطرح علي بتقول لي أنه أنت كيف عم تقول أنه المشكلة طبعاً تركيز على موضوع أسفل الظهر ألم أسفل الظهر. كيف أنت طلعت لنا بفكرة أنه المشكلة بالجهة الأمامية حتى الانزلاق نفسه عم بصير بالجهة الخلفية. فأنت كيف طلعت لنا بسطة الجهة الأمامية؟ طبعاً الناس اللي تعالجت وعملت التمارين خف الألم واختفى الألم. كثير ناس. أنا على تواصل مستمر مع ناس كثير. اختفى ألم أسفل الظهر مع أني اللي بيعمل التمارين أو اللي بفهم التمارين اللي عم بيعمله أسفل الظهر مرحلة الأولى والتانية. تركيزة تقريباً 70-80 بالمئة هالتمارين كلعت الجهة الأمامية. لماذا أنا شوانا خطلعت وأنا أول واحد ويمكن الوحيد اللي حكيت أنه قلت المشكلة في الجهة الأمامية ولو كان الانزلاق والمشكلة والألم كله بالجهة الخلفية. على إيش كان بنية كل هالفكرة هاي اللي عم نحكي عليها؟ طبعاً الفكرة ميكانيكية بحتة. هناك أمور لما نتحدث عن العضلات والمفاصل لازم ندخل فيها علم الميكانيك. وطبعاً نأخذ الندمج معه الشي الطبي يلي الناس لازم كمان أو يلي بتلزمنا بشغلنا ولكن جسما الإنسان كمفاصل وعضلات يعمل طريقة ميكانيكية بحتة. نأتي على الفكرة الميكانيكية. ليش أنا عب أحكي قدام؟ قبل ما أدخل فيها في عمنا شغلتين لازمنا أو شغلة لازم نعرفة أو شغلة ضرورية لازم نفهم. كانت아요 أناس ا ردنا جداً على مصطلح يندخلنا بفيديوهات كثير وطبعاً في كل فيديو أنا أقول المشكلة هي سبب أصر العضلة هي. يجب أن نقوم بإمكاننا تحقق وسط المضي لعضلة Hayett المضي لعضلة معeneتها المشكلة medicine هي قصر العضلة. أصر العضلة دائماً نوعي. هناك قصر العضلة بشكل active وبشكل passive قصر العضلة بشكل active يعني عضلة معينة إذا قمنا عضل الأمامي كميساء ترنوها She's in the less state where a block spread أنا أقسر أصير ولكن connection dominant أنا أقسر أصير أنا أيضا أن أقمت إيدي عكس الجاسبية الأرضية الجاسبية الأرضية يبدأ ستحب أيضي الأفي свой فأنا عم بشتغل عكس الجاسبية الأرضية أرفع إيدي لفوق وبالتاني عم بشكل اكتف وبساوي العضلة بالوضعية الأصيرة هذا الشيء طبعا ممكن واحد يعمله برفع إيده بحط وزنة هون الناس اللي تمرن بالجن بالجن بتعرف ترفع الوزن هيك لفوق بترجع بتنزل بترفع الوزن لفوق فهي عم بتعمل أصر بترجع بتمد العضلة أصر بترجع بتمد العضلة وفي النوع التاني هو الباسيف يلي نحن العضلة تبعتنا بتكون بوضع أصير ولكن من دون ما أنا أعمل جهد يعني من دون ما أنا أكون المتسبب فيها الوضعية هاي أو بشكل اكتف أساويية على سبيل المثال عندي طاولة طاولة المكتب أعمل إيدي فيها هيك أسند إيديها كبيرا هاي عالياً مثل ما شايفين العضلية كمان بوضعية الأصر ولكن أنا مالي عملة بشكل اكتف وأنما أنا بجسم كله مرخي فهيلا حالياً هي بنفس الوضعية التي كانت تسابقها هاي لما أنا عملتها هيك ولكن هاي اسمها باسيف هي اسمها أكتف في الفسف يعني أنا ما عملت ما أنا رفعت إيدي ومتشنجة إيدي حالياً وبالوضع الثاني الإيد متشنجة أثناء أنا عب أعمل هذه الوضعية للأسر شو الفرق بين النوعين ليش أنا عب أحكي عليه هون الفرق بيناتهم جداً بسيط العضلة اللي بتأسر مع أكتف شكل أكتف يعني مع جهد هاي العضلة بصير فيها ألم والعضلة الثانية اللي بتأسر بدون جهد كتير في 99 من الحالات حتى 100% ما بصير فيه ألم تأسر إلى تابعات أسر العضلة إلى تابعات فحنحكي عليها ولكن ما بصير فيه ألم فانحن إذا حكينا عن منطقة أسفل الظهر اللي هو موضوع الفيديو تبعا اليوم أنا بقول دايماً المشكلة بأسفل الظهر هي قصر العضلات الجهة الأمامية قصر العضلات هاي ولكن هو باسيف هو من نوع الباسيف وليس من نوع الاكتف وبالتالي هالعضلات هاي اللي هون أصيرة تابعاته هي المشكلة اللي بتصير وراء تابعاته هو الانزل Phone الغضروفي، التبعاتها كلها الشيء عم نسمعون ولكن هي نفس العضلات ما في ألم ما بسوينا ألم وهي أهم نقطة في الموضوع أنه ما دائماً ما كان الألم هو السبب المشكلة العضلات الخلف الوراء هي عضلات عبصير فيها أصر بشكل اكتف ليش؟ لأن تخيلوا معي أنا الإنسان أو اعتبروا هذا هون إنسان وهذا الإنسان عنده أصر مشكلة بالطرف الأمامي هو هالمنطقة هاي اللي هون وليش بصير أصر ممكن أحكي لكم يا الله معنى بكل فيديو طريباً حكيتو عن موضوع أسفل الظهر صار عنده أصر هون أصر هون بالعضلات أصر بهالعضلات أي أي مشكلة بهالعضلات هي أصر يعني صارت أصيرة معنات هالعضلات عبتحاول تشدني هيك لأدام كيف منشوف الشيء هذا نحن؟ أيمت منشوفه؟ الرجال الكبار الكبار بالعمر فلأيهم دايماً ميدين هيك لأدام ليش؟ لأن هذه العضلات هي عبتحاول دايماً تتحمل لأدام وكل إنسان بيقعد كل إنسان بيقعد كل يوم ستة سبع ساعات هذا رح ينتهي بهالحالة هاي إذا ما عملت مارين اللي بنعرفها ليش؟ لأن هذه العضلات هي عبتحاول تصير قصيرة أصر العضلة يعني إنه الجسم تبرمج أو المخ تبرمج هذه العضلة هي أحسن الى هو الـ الاسئولة ما يعني الاسئولة يعني هيك هدا هو الاسئولة ولكن نحن أثناء فترة الشباب نحن شو بدنا محن ما معقول نمشي هيك؟ نحن بدنا نقف شو هي العضلات بتصحب من لورا تخيلوا معي نرجع على مثالنا هون هاي في عضلات عبتحابة لأدام أنا كيف فحسن برجع مرتين لورا؟ بمسكا من وراء وبسحب له هيك هل أنت جاهد؟ شمطط بسحبا من وراء. طب أنا الإنسان شو في شعب سحبه من وراء في حبل في حدا ما يسكتغ دائما عب سحبك لوراء. لا طبعا عضلات أسفل الظهر هي العضلات مسؤولة عن السحب لوراء. فكلما زاد السحب لأدام زاد شغلهم هنا لوراء. السحب لأدام عبصير ولكن للأسف بشكل باسيف. وبالتالي ما عبصير فيهم ألم هذول العضلات. عبصير فيهم قصر نحن عم نعود. نحن لما عم نعود مرخيين هات. العضلات هاي بحالة القصر ولكن بد دون ما يكون أنا بشكل أكتف عاملة. يعني لما واحد ما بكل وقت ضل شي ديتك حاله لأدام. وانا ما برخي نفسه فالعضلات هاي صارت بوضع أصير ولكن ما في ألم. العضلات الثانية بقى لما نوقف هذول بدي رجع ويسحبونا لأدام هذول بصير عليهم شغل بقى زيادة حتى نرجع يوقفونا بها الوطعية هاي. فهذوليك عبشتغلوا بشكل أكتف وهذول عبشتغلوا بشكل أكتف. الأكتف صار فيهم ألم بشكل طبيعي. انتوا جربوا مثلا شيلوا هيك ع عصايا أو أي شيء ورفعوا هيك. بعد تتحملوا دقيقة يمكن. أربعين خمسين سينة سينة ثانية بعدين بصير عنكم ألم هون. ليش؟ لأن هذه العضلات عليها شد حاليا عم بتشيل هاي. بعد فترة بصير تحرق بصير فيها ألم متل عادة. ونفس المبدأ هون لأني بشكل أكتف رفع. شوفوا الجاذبي الأرضي الأرضية عتحول تتحب إيدي لتحت. وأنا رفع إيدي بعكس الجاذبي الأرضية وبالتالي هذول عضلات شكل أكتف. كل شي بشتغل عكس الجاذبي الأرضية بيكون دائما عم بشكل أكتف الميد لأدام هو مع الجاذبي الأرضية معتها باسيف هو. أنا معت بسوي بشكل يعني متقصد أنه أنزل لأدام. وأنا مجرد ما أخي حالي بنزل لأدام. ولكن شد لورا عكس الجاذبي الأرضية الجاذبي الأرضية بتوقعني لأدام أنا دأ أسحب حالي لورا. فهذا بصير بشكل أكتف. لذلك العضلات هاي بصير في تشنج ولذلك العضلات هاي بصير فيها ألم. والتبعات على العمود الفقري ما لأي علاقة بموضوع العضلات وراء. التبعات هي موضوع أي إنسان درس بالميكانيك أو بيعرف بالميكانيك بيعرف أي قوة بتسحب شيء لأدام. وفي قوة تانية عبت تسحبه لورا مشاين ضلوا قفين. محصلت هالقوتين هيك. إذا لدينا قوة هيك وقوة هيك. محصلتن هي قوة في شكل شاقولي. في شكل عمودي عدتنتين هدول على قوتين اليسار واليمين. وهي يعني هالقوة هي نزلة مباشرة على العمود الفقري وعبتضغط الفقرات على بعضها وعبتصير هالمشاكل كلها. ولكن الألم سببه هو التشنج للعضل عضلات الظهر. لذلك لا أحد يأتي لكم أي عضلات ظهركم. ما هي العضلات من الأصل الواصل لمرحلة الانفجار وما عندها مآخر تتحمل أكتر من هيك. وإنما الحل هو إننا الشيء اللي حاول يسحبنا لأدام نخففه. الجاذبية الأرضية ما خرج نخففها. هي موجودة من رب العالمين. وبالتالي نحن شو الحل الثاني ممكن نساويه هو إنه هالشد هذا هالقصر بالعضلات الأمامية ننهيه نحن. وبالتالي ما يبقى علينا غير قوة بسيطة على تسحبنا لأدام. ع انتهى الموضوع. رسالة لكل الناس الكبار بالعمر يلي بتمشي هيك. المشهدك بحالة هاي إلى تفسير واحد. لا أنك كبير بالعمر ولا أنك شيء طبيعي. كل إنسان بالعمر يمشي هيك أبداً. هذا موجي طبيعي هاي. أنت بتمشي هيك لأن أنت هالعضلات الأمامية يلي دائماً كانت خلال سنين شبابك في حرب مع العضلات الخلفية اللي بتتحاول ترجعك وإنها تتحاول تصحبك لأدام. انتصرت في الحرب. انتصرت في الحرب لأن هذه عضلات ما ضل فيها القوة إنه ترجع تصحبك لور استسلمت. ودول العضلات بتضل بتشدها قدام فأنت بصير تمشي هيك. مجرد ما تنهي المشكلة اللي عندك هون. برجع دول العضلات هن قادرين في أي رب العالمي خلق أصلاً بقوة معينة قادرين يوزنوا الجسم دائماً. وبالتالي برجع بوقفوك مرة ترجع بتوقفها. أنا برأي أكبر عار على كل بني آدم يمشي بها الوضعية هاي. هاي الوضعية هي وضعية الاستسلام. هاي معناها أنت استسلمت لمشكلتك. لا كبير بالعمر ولا أي مشكلة تانية. مع بحكي عن الناس اللي عند مشاكل. أنا تاني. أنا بحكي عن الناس اللي كبرت بالعمر. وما بقى تعرفية ليش عبتمشي هيك. ولكن صار مشوه هيك بالنسبة لها الرياح. أسهل إلى. أسهل لأنه هي ما يضل عندها الطاقة تشغل هالعضلات هاي. وهالعضلات هاي طالما هالعضلات هاي اللي هون أمامية. مشدودة بهالطريقة هاي. لا يمكن تفوز الحرب بالعضلات الخلفية. لازم أو شيء ننهي المشكلة هون. والمشكلة دايماً هون. تمارين انزلاق أسفل أسفل الظهر مرحلة الأولى. تنهي الإشك المشكلة الموجود هون. تمدها العضلات هاي. مجرد ما هالعضلات هاي شدناها. مثل مطاطة. شدناها شوية عن بعضها. رجعناها لطولة طبيعي. صار الحمل على العضلات الخلفية طبيعي. وبتلاقي حالك يا صاحب السبعين وتمانية وتسعين والمئة سنة صرت أسهل عليك توقف. ما بدأ انت تفكر في موضوع. تلاقي انت الوقفة صارت بالنسبة لك أسهل وانتهت المشكلة. وبالتالي مشكلتنا دايماً بالطرف الأمامي. الطرف الأمامي بمساعدة الجاذبية الأرضية عبشتغل دايماً بشكل فاسيف. فما في ألم. الطرف الخلفي للأسف عبشتغل عكس الجاذبية الأرضية. فهو عبشتغل بشكل اكتف. ففيه ألم. الألم اللي عنكم هو ألم العضلات يلي ما بقى تتحمل الضغط اللي عليها. مجرد ما ننهي المشكلة قدام انتهت المشكلة وراء. هذا هو كدش بدي أحكي لكم هنا. يعطيكم عاطة.